افتتحت سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بن سعيد الصالح الغرفة الترفيهية في جناح الأورام للأطفال التابع لمركز عبدالله كانو للأورام في مجمع السلمانية الطبية الغرفة الترفيهية ضمت العديد من الألعاب التثقفية والمسلية على حد سوى نهيك عن مراعاتها لأبرز الشروط استلامة الطبية الموائمة لحالات الأطفال المصابين بالسرطان من حيث أسلوب البناء والأدوات وحتى المرافق الترفيهية التي لازمتها ألوان الطيف الجميلة جميل أن تضع لك بصمة إنسانية في حياة من عاون الإرادة للتغلب على أوجاعهم ومن الرائع جدا أن تبادر في صنع قالب من الفرحة يتذوق بسمته كل من ألف طعم الآلام في أبدانهم التي أوجدها ذاك الخبيث الذي لا يرحم ليقاوم معلنين تمسكهم بالعيش استرداد معالم السعادة التي تستوطن بالأصل أجساد هذه الأكباد التي تمشي على الأرض خفة وإعادة بريق ذاتها الذي يعكس أناقة صلابتها رغم حداثة سنها طل عليها من نافذة هذه اللفتة البديعة المتمثلة بتخصيص غرفة ترفيهية تكون جزءا هاما وإحدى أركان جناح الأورام للأطفال في مركز عبدالله كانوا للأورام التابع لمجمع السلمانية الطبي عندما ينشغلون باللعب بأمور كثيرة وخاصة اللعب الهادف والتربة ونستطيع أن نقول يلهيهم عن التفكير في معاناتهم وأيضا يلهي أولياء أمورهم عن ما نقول نحن المحاتات بالنسبة إلى محاتات أطفالهم عندما يرونهم يبتسمون ويضحكون ويلعبون فهذا جزء كبير من العلاج غرفة روعية فيها أحدث التصاميم والابتكارات وحتى الشروط المناسبة التي تتلائم مع حالات الأطفال المصابين بالشكل الذي يضمن لهم المتعة تحت سقف أجواء طبية خالصة روعية فيها كل الجوانب لسلامة الأطفال أهم شيء لأن هذه الأطفال عندهم من الحساسية ومنقص المناعة فهذه كلها أخذت في الاعتبار وأيضا نوعية الأثاث ونوعية الألعاب التي يلعبون فيها ما تكون خطيرة إنعكاس ذلك سيكون إيجابيا على نفسية الأطفال الذين يرزحون تحت وطأة المرض ورغم ذلك تجد في أنفسهم حكاية المحارب الذي لا يعرف لليأس طريق كوة نور أو نافذة نور تعطي الأطفال أحساس باستمرار الحياة الطبيعية اللعب الفرح الألوان هذه أكيد بيكون لها مردود إيجابي كبير على معنوياتهم وعلى قدرتهم على مواجهة المرض هذه أقل شيء نقدم حق عيالنا عيال البحرين وأهل البحرين وإن شاء الله يا رب نشوفهم نزورهم أي واحد نزوره هنا نقول إن شاء الله ما نزورك هنا مرثوان إن شاء الله نزورك في بيتك ووالله يطمنهم ووالله يصبر أهالهم وماشاء الله ما كلهم محاربين السلطان وإحنا نبعد بيهم محاربين بإذن الله قصة كفاحا مع المرض سطرتها بأحرف من ذهب هذه العشرينية مرض السلطان هو ما يعني نهاية الحياة بل أنه هو حياة يديدة مملوئة بالحب والأمل والإصرار والتحدي فخلنا نكون أقوية عشان نكون أقوى من مرض السلطان بالنام روح الطفولة البريئة التي دائما ما تعجز التعاسة أن تترافق مع قوانين عيشها الفطري تمضي تارة على خجل وتارة أخرى على أمل يملأ محيطها الجميل بضحكات غلبت بروعتها أناقة صوت الكروان لتلفزيون البحرين محمد رشادات